السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا حبيبي عاملين النهار ده بالإذن الله نعمل طريقة الكفتة دي المأذير اللي انتوا شايفينها نص كيلو لحمة مفرومة ملح في الفلسود بهارات بصل بودر مع بصلايا مبشورة دي زبدة صفرة أنا مسيحها لإما زبدة لإما سمنة ودي طريقة دي المأذير هنحط طبعا على اللحمة المفرومة لكل البهارات اللي احنا حطينا الملح في الفلسود والبصل البودر والبهارات كلهم وبعد كده هننزل بالبصل وينخلط بقى كل الخليط مع بعض بحيث ان هو كده ياخد النكهة والطعم بتاع المكونات دي كلها وهنسيبه طبعا شوية يجي نص السعب حيث ان هي يبقى لها طعم كده التدبيل هتدي طعم مع اللحمة المفرومة وبعد كده هوت رحنا على الصجنها آآ طبعا الكفتة حسب ما انتم ما بتحبوا حجمها وزي ما انتم ما شايفين كده هوت بعد طبعا ما بعت ما عملناها كلها آآ حطناها بقى في الطاصة وهنحطها على البتوغاز آآ اول ما ننزل الزبدة او السمنة عليها ونغطيها بحيث ان هي تستوي الاول هتدي درجة حرارة عليها وبعدين نغطي عليها تمام في نفس الوقت بيكونوا مشغالين على الفحم على اساس ان بعد ما تستوي ننزلها او زي ما انتم ما شايفين هنحط الفحم ونقطتين زيت عليه علشان طبعا يديك ريحة الدخم بتاعت الفحم وهنغطي عليها بسرعة لحد ما الفحم ايه ما يهدى زي ما انتم ما شايفين كده وبعدين هنشيل بقى الفحم وبعد ما ادق الريحة الجميلة طبعا بتاعت الشاوي هنشيله وكده بالهنة والشفة عليكم ازل كفتة بعد ما تعملت بتشيليها طبعا هي والغطى وعديك كفتة بالهنة والشفة